السلام عليكم. فيديو الله سوف تضيف موقعك على جوجل ماب بطريقة سهلة بسيطة سويا نشاطك التجاري او محل او نشاط شخصي من خلال انت اضيف منزل بتاعك او عنوانك بحيس ان الناس تقدر تتوصل لك بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة نشرح التجاري بعد كده نروح للجزء الشخصي. في بداية نخش على خرائط جوجل. ناخش على خرائط جوجل بعد نضس على كمه المساهمة. نضس على هذا الاقل. نروح على كمه اسمها تجل الدخول و نسجل بحساب الجميل. اولا نضم حساب و افتح معك اضافة مكان. نضس على كمه اضافة المكان لكى نضيف الهو. فاينحب ندوس على كمة اضافة يعني اللي هو النشاطك التجاري فجوجل تسماح لك اللي لها الحاجة دي مجانيا هندوس على كمة اضافة نشاطك التجاري بقينا شباب وندوس على كمة متصفح مرة واحدة بقينا kashi على كلا ما يطلب منك اسم النشاط التجاري ستسمى النشاطي ولاكن super market أو مثلا مطعم أو كفي أو أي اسم اللي انت لنشاط بتاعك ولاكن ولاكن انا مثلا super market فاينكتب مثلا ماركت الاخلاص او بكتب مثلا super market كذا على حسن ما انا عايز براحتك ما فيش اي مشاكل. طبعا كتبنا اسم النشاط التجاري. هنروح بعد كده على الفئة هل النشاطك انت تابع البقالة ولا البلاط ولا الكلام ده. هنكتب متجر بقالة او بتختار الفئة بتاعتك انت. بعد كده ادوس عكمة نعم هل تدي اضافة موقعك الجغرافي. هندوس عكمة نعم. بعد كده ادوس عكمة تالي. طبعا شباب. بعد كده ادوس هنا ولك ادخل عنوان نشاطك التجاري. هنا طبعا دولة محددة مصر. هنا عنوان الشارع. التبع المركزية العنوان بالتفصيل. وبكتب العنوان بالتفصيل. طبعا انا بكتب ايه كلامش عندها الشرح. هنا المدينة هي المدينة بتاعتك المركز بتاعك او المحافظة. نكتب المركز وبعد كده المحافظة المقاطعة دي المحافظة. طبعا كده الرمز الباريد الخاص بالمركز بتاعك. فبنكتبه. طبعا شباب. بعد كده بدوس على كلمة التالي. طبعا فيه معلومات انا كاتبها من الصح بس اديها عشان نشرح لازم انت تكتب كل حاجة بالتفصيل دوسع كامل التالي هنا اقول لك اين يقعد نشاطك التجاري ممكن تتحدد من خلال اللي هو الموقع بتاعك تفتح الموقع وتحدد تلقائيا او بتحدد من خلال الخريطة بتسحب وتحدد المكان اللي انت متواجد فيه لو انت مش عايب تدوس على الخريطة وتحدد الموقع تلقائي دوسع كامل التالي بعد محددنا الموقع هل هي المحل بتاعي بيقدم التوصيل والكلام ده وانا هدوس لا مش بيقدم توصيل انت لو بيقدم بيدوس على نعم كاملة نعم بعكاية التالي هنا اعلى واحد تضيف رقم تلفونك وبريدك تروني بحيس لو حد معا خريطة الموقع بتاعك هتوصل على الرقم على طول ويبهر رقم بتاعي ويظهر لك زهر الشخص اللي هو بيبحث عنك فهنا ادوس ليا؟ هنا ادوس التالي هنا ادوس على كاملة نعم اللي انت تتلقي احد السماوات عن نشاطك التجاري بعد كده ادوس على كاملة التالي بتدري شباب انتظر بعد كده بيطلب منك تسجل فيديو لإثبات الملكية بتدوس على كاملة التالي طبعا بيطلب منك فيديو اللي انت تتصور البكيان والنشاط الدجال اللي جنبي يعني مثلا انت سوبر باكت جنبك فتح مطعم او ولا حاجة بتصور برضك طبعا بدون ما انت تتظهر اي حد او اي شخص وبعد كده بيبار المدة بتاعتهم من دقيقة او من كام ثانية ما يعدوش الخمس دقائق اهم حاجة فبتصور دوس على كاملة التالي وبتبدأ عملية الترجيل هنا بلوك التعلمات اللي انت تنزل بتاخدها اللي انت بتصفرش لاشخاص هتدوس على كاملة الترجيل ويتسجل وبعد كده يضيف الموقع بكل سهولة وكده انت عملت النشاط تشاري بلاش على الموقع خلائط اللي فيه ناس بتعملها بفلوس للشخص اللي هو عايز يضيف المحل بتاعه او السوبر ماركت او الهايبر او الشركة هنروح للحساب الشخصي لو انت عاستعمل شخصي هنتس عاكم بتاضافة مكان ده لو واحد عادي ما عنده السوبر ماركت او عنده بس عايز يعمل حالة على الجد يعني ها مش مشهورة جوي هنا بلوك نضيف اسم المكان بداخل ان هنضيف المنزل بتاعي فبكتب اسم المنزل ولكن مثلا بكتب المنزل الحج مثلا والدي مثلا محمد طوع بتكتب انت لو هنضيف منزل فبتكتب اسم او تضيف سوبر ماركت ولكن لو انت هنضيف مثلا محل فلازم تروح للحساب التجاري الافضل اللي احنا شرحناه في قول الفيديو هنروح على نحدد انت بتجدمي ولكن مبنى سكني واحدات سكنية انا هضيف مكاني انا اللي جاعد فيه هدوس عاكمة مبنى سكني الفئة هنا العالم المطلوب بتحدد ان تكتب معاما بالتفصيل فبنكتب مثلا المانيا مركز بورغوس تكتب البحافز ومركز بعد كده لو انت هنسكن في قرية بعد كده هنروح اقرب يعني معامة تجارية او حالة معروفة لك فبتكتب مثلا حالة جنبك مشهورة فبتكتب الحالة المشهورة لجنبك شباب هنا معلومات اضافية انت لو في سوبر ماركت المفاتح كم ساعة في العمل هلا هتضيف رقم بالتلفون هلا هتضيف موقع الالكتروني رقم بالتلفون و أيضا نضيفه شباب كتبنا اسم المنزل طبعا انت ممكن تضيف اي هاجة مفيش اي مشاكل سوبر موقع الشركة كنوالك اللي قد حصلت على النقاط مجابل انت ساعات الاخرين اللي هما يتعرف على الموقع بتاعك حصلت على خمساش نقطة طبعا كل ما تصل على نقطة اكتر كل ما يزيد التقييم كل ما يتضيب لك جوجل الزيارات تلقين ويبس كده بعد اربعة ساعات بما يترجع الموقع بتاعك بيتضاف تلقينة على جوجل